تعال اقل لك سيفتح رسائل الماسنجر لي غير الاصدقاء تابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور اسئلة كتير بتجيلي انه انا عاوزة افتح الرسائل في تطبيق الماسنجر لي غير الاصدقاء مفيش طلبات مرسلة عندي مفيش اي طلبات مرسلة للتml لي يبقى كده اكد المرسلة مقفولة او طلبات المرسلة مقفولة عندي في تطبيق الماسنجر لتناقل اقل لك absorbing ايه عشان تفتح طلبات المراسلة او الرسائل على تطبيق الماسنجر لغير الاصدقاء. ياريت قبل ما اقول لك بقى شرح النهاردة اللايك مهم جدا اشترك في القناة. طبعا لو انت عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات بس زي ما قلت لك ياريت ما تنساش اللايك اللايك بيفرق معي جدا في الفيديو. فاللايك ياريت تضغط على اللايك. هنروح كده بقى مع بعض على تطبيق الماسنجر. اه طبعا اه معظم الاشخاص اللي بتكلمني. مفيش طلبات مراسلة عندنا. نروح على تلات شرط. وبنروح على طلبات المراسلة. مفيش اي طلبات مراسلة بتجلنا خالص من اي شخص. طيب هنضغط بقى تاني على التلات شرط تاني وبعدين بروح على علامة الترس. بنختارها. من اللي ببدأ ان انا انزل وبروح لحاجة اسمها الخصوصية والسلامة. وطبعا الشرح ده في التحديث الجديد. مش التحديث القديم. وببدأ ان اضغط على الخصوصية والسلامة لان في اشخاص كتير هتدخل مش هتلاقي ان انا بقوله ده في حاجات تانية لان انت عندك تحديث قديم. ده تحديثي جديد. هنضغط عليها بالشكل ده وننزل كده بنلاقي حاجة اسمها ارسال الرسائل وانا بختار ارسال الرسائل. من هنا عندي عدم تلقي طلبات. وببدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده. وهنا بفعل طلبات المراسلة. وببدأ ان انا ارجع ودي اخرون على ميسنجر او فيسبوك هنا طلبات المراسلة. بكده اي شخص يقدر طبعا هنا لازم طلبات المراسلة طلبات المراسلة. اي شخص يبدأ يبعث لي اه طبعا غير الاصدقاء. مش الاصدقاء عندي على الفيسبوك. الاصدقاء بيبعثوا عادي. اما اللي مش برضو مش اصدقاء ممكن برضو يقدر يبعثوا لما بنفعل اه اصدقاء الاصدقاء على فيسبوك اخرون على ميسنجر او فيسبوك بتفعلها طلبات المراسلة. وبكده انت فعلت الرسائل لغير الاصدقاء على تطبيق الميسنجر. يا ريد ما تنساش اللايك. اشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.